الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام كلام الله عز وجل مشاهدي الكرام يقول الله تعالى في سورة إبراهيم عليه السلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء توتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء مشاهدي الكرام إن الإيمان ليس مجرد كلمات تنطق ولا حروف يترجمها اللسان ولكن الإيمان عقيدة وعمل عقيدة صالحة تستقل في القلب وتتمكن منه وتضرب بجذورها في أرضه فترتفع فرعها إلى سماء القلب وترمي بثمارها إلى خارج البدن أعمالا صالحة تصعد في السماء كل صباح ومساء وهذا معنى قول رب العالمين عز وجل ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتئك لها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون فهذا مثل الكلمة الطيبة كلمة التوحيد كلمة التقوى كلمة لا إله إلا الله إذا تمكنت من القلب وثبتت فيه واستقر جذرها في أرضه قام سوقها على هذا الجذر وارتفع فعلت ثروعه إلى سماء القلب ورمت الأعمال الصالحة على جوارح الإنسان كلها وفي ذلك يقول رب العالمين سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين هذه العقيدة الصالح هذه العقيدة الصالح ثم عطف عليها صالح الأعمال فقال وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والمفن بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ثم قال سبحان أولئك الذين جمعوا بين صالح العقيدة وصالح العمل أولئك الذين صدقوا أي في قولهم آمنا بالله أولئك الذين صدقوا في قولهم ربنا الله وأولئك هم المتقون والأعمال أعمال قلبية وأعمال ظاهرية وفي ذلك يقول رب العالمين سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وهذه الثلاثة من أعمال القلوب ثم ذكر أعمال جوارح فقال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ثم زكاهم فقال أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم قال العلماء في تشبيه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة قالوا الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء جذر ثابت وساق قائم وفروع فهذه ثلاثة تمثل الشجرة الشجرة لها جذر وساق وفروع إذا الشجرة ساق قائمة على جذر ثابت مستقر ولو فروع عالية ترمي بثمارها وكذلك الإيمان لابد له من ثلاث من تصديق القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح والأركان الشجرة لا تكون الشجرة إلا بثلاثة جذر وساق وفروع وكذلك الإيمان لابد فيه من ثلاث تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح والأركان قالوا ولما كانت الشجرة لابد أن يتعهدها صاحبها بالري لتظل خضرة نظرة وإلا فإذا قطى عنها الماء يبست وإذا استمر في القطاع الماء ماتت قالوا وكذلك الشجرة الإيمان لابد أن تسقى وتروى لتظل خضرة نظرة تؤتئك لها كل حين بإذن ربها وري شجرة الإيمان إنما يكون بقراءة القرآن وبذكر الله وبصالح الأعمال لابد أن أيها المسلم تروي شجرتك شجرة الإيمان في قلبك لابد أن ترويها تروى بقراءة القرآن وذكر الرحمن والأعمال الصالحة لتظل الشجرة حية خضرة نظرة تؤتئك لها كل حين بإذن ربها وقالوا أيضا معلوم أن الشجرة قد يعرض لها من الآفات ما يأكل جذرها أو ما يأكل فروعها وثمرها أحيانا الشجرة تحت الأرض الجذر بتاعها تأتي آفات تأكل الجذر وأحيانا آفات تأكل الفرع وثمر كذلك شجرة الإيمان هناك آفات تعترضها فإما أن تقتلعها من جذرها وإما أن تقضي على ثمارها وتلك الآفات التي تعترض الشجرة الإيمان هي الشبهات والشهوات الشبهات والشهوات فالشبهات تأكل أصل الشجرة الشبهات في الدين ولذلك نحذر إخواننا المسلمين من استماع إلى شبهات أهل الباطل والضلال إلى شبهات المشككين في دين الله عز وجل وما أكثرهم ما أكثر المشككين في دين الله قال تعالى لموسى عليه السلام محذرا من شبهات المشككين إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصد النك عنها من لا يؤمن بها واكتبع هواه فتردى قال الله تعالى في سورة الصفات بعدما حكى نعيم أهل الجنة فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين صديق صحف الدنيا إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون هذا تشكك في الدين فأياك أي المسلم أن تصغي لهذه الشبهات إياك أن تلقي سمعك لهؤلاء المضلين لا تستمع إليه أصلا قد تسمع الشبهة وأنت تظن أنك قادر على ضحضها وإبطالها فتعجز ثم تعجز عن دفعها عن قلبك فتستقر في قلبك فإن لم تضرك على الفور ضرتك ولو بعد حين فالإنسان لمد أن يتعاهد شجرة إيمانه يتعاهد بالريء لتظل خضرة حية نظرة توتئ كلها ويتعاهدها بالمحافظة عليها من الآفات التي تهلكها الآفات قسمين شبهات وشهوات شبهات تعرض لإنسان في دينه الآن المشككين يلقون شبهات تتعلق بالرب عز وجل شبهات تتعلق بالرسول والسلام شبهات تتعلق بالقرآن الكريم إياك هذه الشبهات لا تفتن في دينك والشهوات تفسد الأعمال الشهوات تفسد الأعمال فكما أن صاحب الشجرة لابد حتى تظل حية لابد أن يحفظها ويتعاهدها بأن ينقيها ويخلصها من الآفات كذلك صاحب الشجرة الإيمان لابد أن يحافظ عليها من الآفات التي تضرها ويشبهات والشهوات ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكروا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون أمثال القرآن الله تبارك وتعالى ضرب الأمثال في القرآن لحكمة فلا بد من الوقوف على أمثال القرآن ومحاولة فهمها وأخذ العبر والدروس والعظات منها وتلك الأمثال نضرب للناس لعلهم يتفكرون لعلهم يتفكرون ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون فالإيمان راسخ ثابت قوي متمكن من قلوب المؤمنين حقا وأما الكفر والشرك فمثل ومثل كلمة خبيثة وهي كلمة الشرك والكفر كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار الشجر لبكون مبتوحها الأرض يتكامل الجذور في الأرض الإنسان لو ماشي في الأرض يأخذ في رجله من غير كلفة ملوش قرار ملوش جذور ثابتة متمكنة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ثم قال سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا حين تعصف ريح الفتن وتموج كموج البحر يثبت الله المؤمنين المخلصين فلا تضرهم فتنة ما دامت السماوات والأرض والفتن من سنن الله تعالى الكونية لحكمة قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فالفتن سنة من سنن الله الكونية يبتل الله بها عبادة ليعلم المؤمنين والمنافقين والصادقين والكاذبين ليميز الله الخبيث من الطيب فإن الله تعالى قال في القرآن الكريم بعد آيات منها قوله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون قال ومن الناس من يقول أمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذا بالله وقال في موضع آخر ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابه فتنة انقلب على وجه فالفتن سنة كونية لا بد منها لا بد منها ولذلك قال تعالى في يوم أحد وقد أصاب المسلمين ما أصابهم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافق فالفتن بتميز بتمحص بتغربل بتفرق بين الناس بين المؤمنين الصادقين وبين المنافقين الكاذبين لا بد من الفتن وهناك يثبت الله الذين آمنوا فلا تضرم الفتن أبدا ولا يتزحزحون عن دينهم ولا يرجعون عنه أبدا مهما أودوا في سبيل الله كما كان مع أصحاب الأخدود لما آمن الناس في ذلك الزمان بالله عز وجل وكفروا بالملك أمر ذلك الملك جنوده أن يخدوا الأخاديد ويضرموا فيها النيران وأمرهم من لم يرجع عن ديني فأقحموه فيها فاقتحم الناس جميعا حتى جاءت امرأة ومعها طفل لها فكأنها تقعست مخفة خوفا على الطف فأنت قال الله الطفل قال يا أمه صبري فإنك على الحق يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثل في الحياة الدنيا حين تعصف الفتن وتموج كموج البحر يثبت الله المؤمنين كما ثبت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في أول الدعوة لما تصلت كفار قريش على الثلة المؤمنة كأمثال بلال وخباب والياسر قصص في العذاب والاضطهاد مشهورة ومواقف محمودة من الصحابة ثبتهم الله يعذبون بلالا لا تزال هكذا حتى تكفر محمد يقول أحد 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 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الفتن تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أبيض كالصفاء لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض وقلب أسود مربات كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والتثبيت من الله يثبت الله الثبات في الفتن مش مهارة ولا ذكاء ولا شطار ولا جدعان ولا فهلاوة إنما هو توفيق من الله عز وجل نعمة ينعم الله بها على من يشعر من عباده لقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيء قليل فإذا كان هذا قول الله لرسوله الله تعالى يقول لرسوله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيء قليل إذن غير رسول الله أولى بالحاجة إلى الله في الثبات كل مؤمن بحاجة إلى الله ليثبته على ما هده إليه ولكن أيها المشاهد الكريم الثبات في الفتن الثبات أمام أمواجها الثبات أمام ريح الفتن إذا عصفت جعل الله له أسباب من أسباب الثبات في الفتن الاعتصام بالكتاب والسن ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ثم قال عز وجل وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله يعني هم عزين رجعوكم كفار بس مش هتمجعو كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله بالنسبة للصحامة كان فيهم رسوله بشخصه حيا بين أظهرهم وبعد نماته وفيكم رسوله بسنته فالحمد لله حفظ الله لنا سنة نبينا كما حفظ لنا كتاب ربنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون الحفظ يشبه القرآن والسنة لأن السنة هي المبينة للقرآن فلو لم تحفظ السنة ما حفظ القرآن فلما كانت السنة مبينة للقرآن فلابد أن يحفظها الله تعالى كما حفظ القرآن فمن أعظم أسباب الثبات في الفتن الاعتصام بكتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله وسلم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تركت فيك ما إن تمسكتم به لن تضل أبداً بعد كتاب الله وسنتي وفي آخر أيام حياته صلى الله وسلم وعظ أصحاب موعظة بليغة يقول الراوي وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد خبشي فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلافاء الراشر المهديين عضوا عليها بالنوادذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فمن أعظم أسباب الثبات في الفتن الاعتصاب بالكتاب والسنة ومن أعظم أسباب الثبات في الفتن الالتفاف حول العلماء الربانيين أتباع الكتاب والسنة هذا من عوامل الثبات في الفتن فكما كان الناس في كل زمان في زمن الفتنة يلجؤون إلى أكاب العلماء من آل السنة فيلتفون حولهم فيكونون عامل تثبيت لهم بفضل الله سبحانه وتعالى ومن عوامل الثبات الدعاء الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وعن أنس قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله سلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال يا رسول الله أتخاف علينا وقد آمنا بك واتبعناك قال إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف أشاء فألظ بيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك نسأل الله أن يثبتنا وإياكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده إن شاء الله ثبت قلوبنا على دينك